مرة أخرى تفتح أوراق الملف اليمني وتقلب صفحاته على طاولة مجلس الأمن في جلسته الاعتيادية الشهرية وكالعادة لم يخرج البيان بسوى التحذيرات والتنديدات وإبداء المخاوف حيث حذر المجلس من أن تصعيد العمليات العسكرية في اليمن يقوض الجهود الأممية الهادفة لإنهاء النزاع وتحسين الوضع مشددا على ضرورة أن تعزز أطراف النزاع من إرادتها السياسية وتوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار في أقرب فرصة ممكنة مضيفا أن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن هو عملية سياسية شاملة بوساطة أممية داعيا كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق ستوكولم والرياض المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث اقتصر حضوره على سرد دوره ومهامه حيث أشار إلى تلقيه ردودا إيجابية أولية من الأطراف للانخراط في مناقشات حول آلية عامة خاضعة للمساءلة للخفض من التصعيد على مستوى البلاد وشدد على ضرورة أن تتم ترجمة هذه الردود إلى التزامات ملموسة على أرض الواقع حديث المبعوث الأممي جاء بعد أيام من تصعيد كبير للميليشيا في جبهة النهم والجوف على مسمع من جريفث الذي كان متواجدا في العاصمة صنعاء للقاء قيادات في ميليشيا الحوثي كما أنه تزامن مع إعلان الفريق الحكومي تعليق عمله في ملف الحديدة وهو ما يعني إنهاء غير معلن للعمل باتفاق ستوكولم